هذا صحيح العملية العسكرية سينار مستمرة ويبدو نطاق عملياتها وأهدافها يتسع وفقاً للمعطيات والمؤشرات على الأرض بصافرات الإنظار بدوت للمرة الثانية هنا في مدينة تلفيذ غربية البلاد بعد أن كانت أطلقت في ساعات الصباح الأولى على وقع الاستهداف الذي طال مطارين عسكريين في منطقتين يلوتسك وإيفانو فرانكفيسكا المنطقتين كانت استهدفتا خلال اليوم الأول لهذه العملية العسكرية بضربات صاروخية لتعود موسكو وتستهدفهما من جديد الآن في مسعى كما يبدو لتوسيع دائرة الضربات على الأهداف العسكرية التي تطال المطارات والمستودعات وكذلك بأي معامل لصيانة وتصليح لا سيما القدرات الجوية للأوكرانية والضربات الروسية طيلة الفترة الماضية كانت ضربت عددا من المطارات العسكرية وطالت عددا من المقاتلات الأوكرانية وكذلك معامل التصنيع وهذا ما يبدو بأن وزارة الدفاع الروسية تمضي لتكراره وفق الموطيات القائمة على الأرض وفي ضوء المساعة الأوكرانية كذلك لتعويض هذه الخسائر والضغط على الدول الحليفة لتزويدها بمقاتلات بدلا من تلك التي طالتها هذه الضربات هذه التطورات سينار لا شك تعود وترفع من منسوب القلق لدى المدنيين ليس فقط سكان المناطق الغربية بل كذلك مئات ألاف من نزحوا إليها من مناطق الشرق والجنوب والعاصمة ومخيطها هذه الأوضاع المتوترة حال فعلة اتسعت وتصاعدت لا شك ستدفع المزيد من المدنيين هنا للمسارعة من جديد للتحرك باتجاه الحدود مع الدول المجاورة لسيما مع بولندا الاستهداف الذي طال هذه المنطقة خلال اليوم الأول لهذه العملية العسكرية أثار قلقا كبيرا بزاده الإنزال الذي جرى كما تذكرين خلال اليوم الثالث وهو ما رفع من نسبة المغادرة فعلا والفرار من هذه المناطق حتى الغربية التي تظل نسبيا أكثر هدوءا واستقرارا من باقي مناطق البلاد بالتالي تكررت هذا السماع لدوي الصافرات الإنذار وفعلا حال تصاعدت الأمور لا شك سيترك أثرا عميقا بلدى المدنيين القلقين دائما من التسع نطاق العمريات العسكرية لكن حتى الآن هل هناك أثار لدمار في هذه المنطقة أم أن فقط صافرات الإنذار دون وجود عمليات عسكرية مدمرة على أرض الواقع الضربات الصاروخية صباحا طالت هاتين القاعدتين العسكريتين سينار الصور لا تزال غير واضحة لكن السلطات الأوكرانية أكدت الضربات وأشارت إلى وقوع ضحايا في صفوف الجنود في تلك القواعد والمطارات بين قتيل تحدثت على أرقام تراوحت بين قتيل وجريح لكن تظل صورة المشهد غير واضحة بما يتعلق بالاطلاق الثاني لصافرات الإنذار بلا تأكيدات حول وقوع ضربات بالفعل نظل وننتظر التأكيدات الرسمية ما بأن هاتين القاعدتين تبعدان نحو 100 كيلومتر من وسط مدينة ليفيف قاعدة لوتسك هي إلى الشمال الشرقي من مدينة ليفيف فيما قاعدة إيفانو فرانك بيسك إلى الجنوب منها بالتالي ننتظر تأكيدات رسمية حول ما إذا كانت سجلت هاتين المنطقتين ضربات روسية من جديد سنار طيب بها أيضا في ظل ما أشرت إليه من تصاعد موجة القلق ونزوح أو تدفق النازحين إلى ليفيف ماذا عن تفاصيل الحياة اليومية التي مما لا شك فيها تؤثر على المواطن من حيث حركة السير، توفر المواد الغذائية، الازدحام في الشوارع وغيرها من الأمور هذه المدينة سنار وعلى لسان عمدتها أعلنت ومنذ أيام بأنها ما عادت قادرة على التعاطي مع هذا الضغط الكبير الذي تتعرض له في ضوء هذا الاستمرار للعملية العسكرية وفي ضوء هذا التصاعد لوطيرة عمليات النزوح من كافة المناطق التي تشهد قتالا وقصفا أقر عمدة المدينة بأن البنى التحتية باتت منهكة وبأن السلطات المحلية هنا ما عادت قادرة على الاستجابة لهذه الأزمة الإنسانية الماضية أكثر فأكثر نحو التفاقم بالتالي بدع الأطراف الدولية، دول الجوار، المنظمات الإغاثية للمسارعة في مد بيد العون للتعاطي مع هذه الأعداد الكبيرة التي تواصل الوصول والقدوم لهذه المناطق الغربية الأيام الثلاث الماضية شهدت وقفا لإطلاق النار وإن كان هشا وشبته بعض الخروقات لأنه ظل صامضا وكما تقول الأرقام الرسمية فأنه أفلح على الأقل بإخراج عشرات آلاف المدنيين من المناطق التي إما تتعرض للحصار أو إما تتعرض للضربات الوجهة المفضلة دائما تظل هذه المناطق الغربية بالتالي ستزداد الأعباء على هذه المناطق وعلى هذه المرافق وعلى السلطات وعلى المنظمات الإغاثية هنا والتي هي أساسا تشكو فعلا من قلة الموارد ومن عدم القدرة على المضي للتعاطي مع هذا الضغط الكبير والاستجابة لهذه الأزمة الإنسانية المتفاقمة لسيما بأن غالبية من يصلون إلى هذه المناطق هم من كبار السن أو من النساء أو من الأطفال ما يستدعي استجابة عاجلة وتعاطيا ملائما مع هذه الاحتياجات الإنسانية المتصاعدة اشتركوا في القناة